طبعا الله يعطيكو ألف ألف حافية أصدقائي 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 قناة جودة وينز طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوع اليوم عن إثبات الملكية تبعت حسابك في جوجل أدسنز تمام انت هلوجد عندك حساب أدسنز أو اشتريت حساب أدسنز وموجود فيه حساب دفعات لشخص تاني اجيت السيد العزيز وحزفت الحساب تبعه تبع الدفعات تمام وربطت حسابك البنكي انت طبعا حتى لو كان عندك مئة ألف حساب أدسنز مسموح في هذا الكلام لكن حيطلب منك صديق العزيز أنه انت تعمل إثبات ملكية من أول وجديد خلينا نشوف معان ما كيف بده يتم هذا السيستام بصلي يا معلين طبعا لو لاحظت أصدقائي بدي أجيب بدي أدخل على جوجل أدسنز بالشكل هاته تمام هذا هو الحساب بدي أجي يا صديق العزيز أضغط على الثلاث نقاط أو أضغط على كلمة إجراء اتخاذ تمام على أساس وديني على معلومات الدفع طيب ممتاز خليني أجي يا صديق العزيز وأضغط على الثلاث نقاط بالشكل هاته وأحول نظام سطح مكتب لو أنتوا لحظتوا يا أصدقائي كل الجسة بدي أجي أضغط على الكلام هات تمام مزيد من المعلومات على أساس تفتح الصفحة هذه معي زي ما أنتوا شايفين طيب تمام طبعا هنا بقول لي يا صديق العزيز أكتب لي الاسم تبعك الأول واسم العيلة تمام مش اسم المالك في جوجل أدسنز لا اسم المالك تمام تفاصيله بتختلف يعني معنى كلامي فيه نوعين من إثبات الملكية إثبات له العنوان تمام إثبات العنوان يا سيد العزيز هذا أول ما تصل لعشرة دولار بتطلع بتعمله يا سيد العزيز من مكانه من هان الشقة التانية له هذا يا جماعة تمام هذا بتعمله مرة واحدة وخلص مكتملة زي ما أنتوا شايفين وفيه شقة تانية يا سيد العزيز لازم تعمله ووقت ما تركب وسيلة الدفع تمام إجيت يا سيد العزيز وضغطت على مزيد من المعلومات ودخلت على الصفحة هادي ماشي يا عمب السوس طبعا هنا يا جماعة بدي أجي أكتب الاسم الخاص فيه كوسيلة الدفع تمام اسم الشخصي أنا ماشي يا عمب السوس لكن طبعا أصدقائي وأنا قاعد بأكتب في الاسم ركزت في شغلة مهمة جدا تمام أنا لجوجل كروم لو المتصفح مشغل عليه أكتر من حساب جيميل لو أنتوا لاحظتوا هنا أنا إجيت فيهند حساب تاني لكن لو إجيت هنا برضو حساب شكل مختلف تماما فلازم أحط على الجيميل اللي أنا محتاج أعمل فيه الموضوع هاد إجيت يا جماعة ودخلت على الإيميل المناسب زي ما أنتوا شايفين طبعا هنا بقولي لو سمحت اسمك سيد العزيز الشوى بدي أجي أكتب الاسم تبع البطاقة البنكية اللي أنت ركبتها ماشي يا عمب السوس لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي إجيت وكتبت الاسم هنا بقولي الإيميل الأساسي أنه طبعا الإيميل الأساسي هو نفسه اللي بدي يكون هنا هذا هو يا صديقي العزيز الإيميل الأساسي هاي نسخ وطلعت من هنا وبدأ ألسقه يا صديقي العزيز هان هاي نلصقته هنا هنا بقولي الإيميل السنوي أي إيميل موجود عندك تاني عادي ضيفه كإيميل سنوي طيب ممتاز هالوقت هنا بقولي يا سيد العزيز أي خدمة المتأسرة في المشكلة أساسا اللي أنت فيها طبعا أنا بدي أجي أضغط هنا وبدأ أقولي يا صديقي العزيز جوجل أدسينس لو أنتوا لاحظتوا عملت على جوجل أدسينس طيب تمام هنا بقولي بدي الإيد تبع الإيش نظام الدفعات اللي عندك في البروفايل تبع حساب جوجل أدسينس فكل الجسة أصدقائي بدي أجي بدي أدخل هنا تمام وخلينا أضغط على كلمة إدارة الإعدادات زي ما أنتوا شايفينها أصدقائي تمام اجي أضغطت على الكلمة هادي لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي في عندي الرقم هات طبعا بدي أجي وبدأ أنسخه طبعا هو بقولي رقم تعريف الملف الشخصي للدفع طبعا بدي تيجي هادي أنا بعتزر تمام خلينا أجي وأضغط عليها صديق العزيز أحددها كلها وأنسخها وأضيفها غاد لو لاحظتوا أصدقائي إجيتوا نسختها يعطيك العافية يا عم والله هي هادي ولو أنتوا لاحظتوا هي بالفعل ثلاث خانات هاي لصقة صديق العزيز طيب تمام تحت بدي أنزل نونة أنا بقولك لو سمحت حط لي ملف شخصي تمام حاجة تثبت أنه أنت صاحب اللي هو الحساب البنكي اللي ركبته في جوجل أدسنس في قسم الدفعات طبعا بدي أجي وبدأ أختار صورة هوية بعد ما اخترت أصدقائي الهوية زي ما أنتوا شايفين تمام عبا معي هاد أنه نزلت الصورة 100% تمام حتى وزنها أعطانية معناته الصورة نزلت وخلص كل إشي تمام أنا بقولي العنوان تبعك بيظهر على الهوية تبعتك طبعا بدي أقول له ياس بالشكل هاد إذا ما كانت الشي بتظهر معناته بديك ترفع الصورتين صورة الهوية تمام الوجه الأمامي وكمان صورة تانية لهو الوجه الخلفي طبعا هنا بتقول له نوع أساس تأكد لهم تمام لكن أنا بدي أجي أقول له ياس لأنه بالفعل العنوان بيظهر في الوجه الأمامي خلص خلصت يا جماعة كل جسد هالوجهت بدي أجي وأضغط على كلمة إرسال بالشكل هادا لو أنتوا لاحظتوا يا أصدقائي هنا بقولي You're email has been sent تمام خلص تم إرسال الملح فيه يعطيك ألف ألف عفيا عم خلصت من هالنقطة هادي طبعا أصدقائي الصورة هادي اللي أنا عملتها على أساس أن أفاعل لهو قسم الدفعات على أساس أثبت أنه الحساب البنكي اللي ضفته في جوجل أدسنز هو بالفعل لحساب المطلوب تمام يعني أثبت ملكيته أتمنى يا أصدقائي أنه هيك تكون الصورة الوسطة في النقطة هادي طبعا أصدقائي قناة Go The Twins بالنسبة للإثبات الملكية تمام حيتم معك التأكيد أو حتصلك رسالة على الإيميل تبعك تبع حساب جوجل أدسنز في حدود من يومين لهو 48 ساعة لعشرة أيام من حلت الشي قولت معك معناته في مشكلة ولازم صديق العزيز تيجي على جوجل كروم تمام خليني أجي هنا بدي أجي يا جماعة في البحث وبدي أكتب كلمة منتدى Google AdSense إجينا يا جماعة وبحثنا عن منتدى AdSense بدي أجي بدي أفتح الصفحة هادي تمام لو لاحظتها أصدقائي بدي أجي بدي أكتب كلمة طرح الأسئلة تمام ومن طرح الأسئلة بتقول له يا سيد العزيز لم أستطيع إثبات ملكيتي وتكتب له التفاصيل أنه أنت عندك هاوية وكذا كذا وبهانا بتجي له وبتقول له يا سيد العزيز قسم من الدفاعات لأنه المشكلة بتتعلق في الدفاعات تمام في الحساب البنكي يعني وخلص بي أرسله يا سيد العزيز التفاصيل أو بضغط على التالي وبتكون عملت واجبك وبزيادة طبعا بعد فترة بسيطة تمام حيرده عليك أو حتكون انحلت عندك المشكلة تماما لأنه حينتبهوا للموضوع وحيفحص الصورة وحيتركدوا من كل إشي تمام أتمنى يا أصدقائي أنه هيك تكون الصورة وصلت كامل طبعا بدعوكم أصدقائي تشتركوا في القناة وتفعلوا سرية جرس على أساس دايما نقدم محتوى محافظ الله يعطيكم ألف ألف عافية أصدقائي وكل التحيات السلام عليكم ولو أنتو لحظت أصدقائي بقدر أتجع لقوائم التشغيل تمام شرح إنشاء مدونة إنجليزية بالكامل تمام أنا مفصل لك في هذا الفيديو كل إشي تمام وهنا مديك سيد العزيز بردو فيديو تحفيزي تاني على أساس تستفيد من القيمة العلمية بالنسبة للكلمات المفتحية وترتيب أليكسا من هذه القصص هذه تمام أتمنى يا أصدقائي تركزوا على هذه النقاط هنا كيفية إدراج الأكواد جوا مقال حابب تعمل مدونة تقنية وضيف أكواد برمجية وشغلات زي هذه هذا الفيديو حيحل لك هنا أفضل الأكواد تابعت الميتا تاج تمام بعد ما تركب القالب وتضبطه مية في المية أنا أشرح لك أكواد الميتا تاج وهنا بالنسبة للمتابعين أنا مركز معك في الفيديو هذا كيف تحصد أكبر قدرة ممكن من المتابعين تمام أما بالنسبة للفيديو هذا بتكلم عن محرك بحث بينج أتمنى منك أنك تستغله تمام وهنا بالنسبة للميجا تاجة جماعة وأهميته في بحث جوجل تمام طبعا هنا كمان جماعة الفيديو هذا بتعلق في الصور من هون بتجيب أنا صور مجانية وشغلات زي هذه فحاول تركز على النقطة هذه وهنا الصور مصغرة كيف تصممها سواء للمقال فيديو على اليوتيوب لأي مكان أتمنى أصدقائي طبعا هيك تكون الصورة وصلت والسلام عليكم